السلام عليكم والإخوان حيكم الله معكم أخذي لكم علي باريش دائما فيما يخص قضية صحراء المغربية اللي هي قضية مقدسة عن الشعب المغرب العظيم فجأة ساكنة مخيمة تندوف اكتشفت شيء رهيب وفجأة عاد الغاليان في مخيمة تندوف بالضبط بالتوازي أو اقتراب مع عيد الأضحى ونقول لكم السبب لاش وكيفه شنوقع شنوقع حاليا في مخيمة تندوف شباب في مخيمة تندوف كان بعض الشباب الواعي الشباب قاري الشباب يجد يتحصل ويجيب ديك المعلومة وهذا المعلومة كانت تنتاشر بعد ذاك عبر هذا الشباب عبر صوتيات يتناقلون في المجموعات الواتسابي وكتشعرفوه كاملين هذا البوليزاريو جميع ساكنات مخيمة تندوف كبار صغار كي يستعملوا وكي يستغلوا المجموعات الواتسابية لماذا؟ لانه التيك توك وكذا والفيسبوك وهذا الوسائل التواصل الاجتماعي الكبيرة اللي في هذه الفيديوهات كتتستغلوا وكتجروا واحد نسبة كبيرة من الانترنت والانترنت وبالتالي ما كي يخدمش لهم في مخيمة كي يخدم لهم الواتساب الواتساب خدام لهم بزيان زيادة على هذا الواتساب كي يستهلك واحد جزء صغير من الكونكسو وكي يخدم لهم وزيادة على هذا والصحراويين والبيضان كاملين مجتمع اجتماعي كي يجمعوا بزاف وكيتكلموا بزاف مهم يلقوا هادة وسيلة التواصل اللي هي المجموعات الواتسابية متنفس باش يفوجوا على قلوبهم ويتكلموا ويحكوا حتى في قضية الصحرة ويتمدل معلومات وهذا الشباب ينشروا المعلومات في المجموعات الواتسابية وهذا المجموعات الواتسابية كتنقل الخبر من شخص الى اخر وكتصن المعلومات والناس تصدموا هذا الايام واحد الخبر اللي سنقول لكم الخبر اللي سنقول لكم هو تقريبا في السنتين الاخرتين وبالضبط في الشهور القليلة الماضية المنظمات الانسانية عبر العالم منحت البوليزاريو وبالضبط ساكنة مخيمة تندوف اللي كتسميهم الجزائر اللاجئين واحد الكمية كبيرة من المساعدة فيها مساعدة غدائية فيها افريشة اغطية اواني احتياجات الحياة وحتى اموال هذا الشي كامل تسلم البوليزاريو الجزائر باش يمنحو خاص ساكنة مخيمة تندوف تقريبا هذه السنتين كان اكبر عدد اكبر كمية توجد لساكنة مخيمة تندوف خاصة بساكنة مخيمة تندوف وكان الواسط على الحال اما ما يصطلع على بين قوسين الهلال الاحمر الصحراوي او الهلال الاحمر الجزائري او بعض المنظمات الانسانية اللي توجد الى مخيمة تندوف باش تسلم البوليزاريو مساعدات غذائية ولا اموال باش توزعها لساكنة مخيمة تندوف زيادة على هذا قبل يوم او يومين من الان نشرت صحف ومجلات اعلامية اسبانية منشورات وتقارير وتحقيق يتكلم لان جميع الاقاليم الاسبانية وبعض الاحزاب الاسبانية مش هوا مؤخرا كمية كبيرة من المساعدات واموال كبيرة خاصة ساكنة مخيمة تندوف هالشي كامل اكتشفوه بوليزاريو لانه تسرد صوتيات كتوضح وكتفسر هذا اللي مشت المنظمات الانسانية وحتى الاقاليم الاسبانية هاد الكمية الكبيرة من المساعدات عبر صوتيات مدعومة بالدلائل كيتفاجئو ساكنة مخيمة تندوف لانه ما عنو حتى حاجة ما عنو موالو ساكنة مخيمة تندوف هاد الايام قاتلهم غير جوع هاد الايام ساكنة مخيمة تندوف ما عنوش الماء لاشرب هاد الايام ساكنة مخيمة تندوف ما جمروا وما يوكلوا هاد الايام ساكنة مخيمة تندوف الكل كي يبحث على ذيك الوسيلة باش يهرب بحياته وينجا من هذو الدياب اللي بتواجدين في مخيمة تندوف اللي هما قيادته مسؤولي للبوليزال فالسؤال المطروح هالي المساعدات وهالي الاموال وهالي المواد الغذائية اللي كتمنح المنظمات الانسانية خاصة لساكن المخيمة تندوف فين كاتمشي باش نجاوبكم فين كاتمشي المساعدات الغذائية اللي كتجي من اوروبا اللي صالح ساكنة مخيمة تندوف كتوقف في الميناءات الجزائرية في المدن الساحلية للجزائر وبالتالي اليوم الى مشيتوا وتوجهتوا هذه المطاعم والبيتزيرهات والمقاهي وكذا في الشمال الجزائري في جزائر العاصمة في جل المدن الشمالية للجزائر ستجبروا في هذا المطاعم مواد غذائية كانت مخصصة لساكن المخيمة تندوف ولكن كتجبروا كتتقدم الجزائرين في هذا المطاعم وكتبع الجزائري بالنسبة الاموال اموال كتتضخ في حسابات البنكية لقيادات ومسؤولي بولوزاريو وحتى بعض الجنرالات زيادة على هذا في مخيمة تندوف كتوصل حتى السيارات حتى الشاحنات حتى الحافلات حتى سيارة اسعاف لطبع الحال القديمة وكي يستغنوا عليها الاوروبيين وكي يسلموا هذا الصحراوي المتواجدين في مخيمة تندوف هذ المتلاشيات اللي منها سيارات وشاحنات وحافلات وما الى غير ذلك كيتباعوا في السوق الجزائري السوداء وغران في الجزائر العاصمة في مصغانا في هذه الدول واللازات المدن الساحلية في الجزائر كيتباعوا كي يستفدوا منهم الجزائرين وما كيوصلوش مخيمة تندوف بعض المواد الغذائية اللي كتوصل مخيمة تندوف واللازات كيوصلوها المنظمات الإنسانية بنفسهم كيوصلوا حتى مخيمة تندوف وكيوضعوها لما يسمى أو يصطل عليه الهلال الأحمر الصحراوي هذ المساعدات كيتباع في الشمال الموريتاني وكيتستفدوا منها الموريتانيين بأتمينة بخص أتمينة رخيصة في الزويلات في أطار في عين بلتيلي في بيروم مغرين بعض المواد الغذائية اللي كيتباع الشمال المالي حيث كيتواجد واحد مجموعة من الجماعات والحركات الإرهابية والحركات الإنفصالية والأزغاليين وبالتالي أهم الوحيد لقيادات ومسؤولي البولزر هو أنهم يغتنوا ويملؤوا حساباتهم البنكية وهذه الأموال عايشين بها أولادهم يا في إسبانيا يا في فرنسا يا في بعض الدول الأوروبي والفاقير منهم كيتواجد اليوم في التندوف في المدينة في دشرة التندوف ما يتواجد في مخيمة التندوف من الله ما يعيش في مخيمة التندوف حيكم الله وحي الشعب المغرب العظيم شو هذا ركاتي يا قاب الله يطلعوا بلاي هو كاتير ويجبتونه هذا ملي بالله ما الإسباني خارجا عن توطي المنظمات هذه غير حكومية وخارجا عن توطي الأقاليم كل أقاليم يعطي واحدهم ملي حق يغل المنظمات تجمع للناس لكل حفظك منظمات غير حكومية ولأقاليم كيه كاتلونيا بايسباسكوة بمورثيا عندروثية هذا كامل يجمعوا لقدهم ويمشوا ملي حتى هما حق والحكومة الإسبانية تطي المودي سنويا ورعاية هذه هي طالب بالله ما طالب الحكومة عنها تزيد الكوتة لتطيل المخيمات الصحراوية رعاية هذه هي ملي في هذه البيانة لذا هو مرحبتي وسأتي بكم يا قل هذا اللحل لا بنك تفضي لا حوله ولا قوت مرحبو سهلة من برشاب الصحرا يكري باستخد هذه الوثائق صناحات اللي اعطات المنظمات كاملة القير الحكومية اللي اعطات للاجئين الصحراويين اللي معدلة به البوليتاري ودولة الحكومية رعنا نحن هون معدلة لظهور من دولة من الفيافي واللي ولي ما اعطلش للاجئات مساكنين ما يظهر له وقعش على قاوة المشي يمنوك هنا طب اسم اللي اجين ونهون يقسم اسم المؤسسات اشتركوا في القناة